بباركة غبطة كيريوس كيريوس ثيوفيلوس الثالث بطرييرك المدينة المقدسة وبموجب قرار المجمع المقدس قرر سيادة المطران كريستوفوروس مطران الأردن للروم الأرثوذوكس إعادة تشكيل المحاكم الكنسية في الأردن حيث يشمل القرار تعيين قدس الأرشمندريت في نيديكتوس في محكمة البداية الكنسية وقدس الإيكنوموس سالم مدنات مساعداً له وتشكيل الهيئة الأولى للمحكمة برئاسة القاضي فارس الدوود وعضوية كل من قدس الإيكنوموس أليكسيوس قاقيش وقدس الإيكنوموس بشارة دحابري كما قرر سيادته تشكيل الهيئة الثانية للمحكمة برئاسة رئيس محكمة البداية أو نائبه وعضوية كل من قدس الإيكنوموس يوسف حمارنة والقاضية نور الكفوف وقرر سيادته كذلك تشكيل هيئة محكمة الاستئناف الكنسية برئاسة القاضي فارس الهلسة وعضوية كل من قدس الإيكونوموس سمعان خوري والقاضية كريستين فضول كما أجرى المطران خرستفوروس تعينات رعائية شملت محافظات العاصمة ومادبة والبلقاء وإربيد وعجلون والكرك والزرقاء والمفرق